فيما عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث أمس متجاوزة الخلافة الذي نشب بسبب الصراع على الرئاسة ووسط حماسة بالغة لإنجاز الأولويات المدرجة على جدول أعمال اللجنة بدأ أن بعض التشريعات التي ظلت معطلة لوقت طويل في أدراج اللجنة سيشق طريقه إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس ومن بين تلك التشريعات قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري في هذا السياق أكد النائب أحمد الفضل أن وجود ثلاثة نواب شيعة سيكون دافعا ليأخذ المشروع حظه كونه يتضمن خمسمائة مادة وبالتالي يحتاج تفرغا واهتماما من اللجنة وقال الفضل في تصريح للسياسة أمس إن إقرار قانون الأحوال الجعفرية مطلب دولي يحسن من صورة الكويت فضلا عن أنه يحقق مقاصد الدستور بالمساواة والعدالة لافتا إلى وجود موافقات عليه من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى أكد سموه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك أهمية دور الإعلام الخليجي في دعم عمليات التنمية الشاملة ونقل صورة المشرفة عن دول مجلس التعاون مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وعي شعوب المنطقة بالتحديات التي تواجهها ومشاركة الإعلام في تقريب وجهات النظر جاء ذلك خلال استقباله في قصر السيف أمس وبحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك والوفود الإعلامية المشاركة في المنطقة الثانية للصحفيات في مجلس التعاون الذي يعقد أعماله بالكويت وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حجر أساس سبع مشروعات استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات وذلك خلال زيارته لمدينة المالك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشملت المشروعات التي وضع الأمير محمد بن سلمان حجر أساسها ثلاثة مشروعات كبرى من بينها أول مفاعل للأبحاث النووية ومركز لتطوير هيكل الطائرات وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أمس أن مسيرة للعمل الخليجي مستمرة في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الدعم للشعوب الخليجية نتيجة ما تحظى به من تقدير واهتمام لدى دول العالم وأشار الجبري لدى افتتاحه فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي إلى ترسيخ العلاقات التجارية والسياحية البينية وشراكة استراتيجية بين الدول الخليجية امتدادا لما قام به الأباء من شراكة مستمرة اشتركوا في القناة